اشتركوا في القناة احب زوجته احب عياله احبيتهم بعد الثورة ما تعرفينه قبل لا نهاية ما اعرفهم ما لأي علاقة فيهم قبل الثورة انا بعد الثورة احبيتهم اشمعنا تعاطفت معهم حسيت ان ما جرى لمصر هو مؤامرة وكنت عارفة وقاري المشهد وقلت واذا ذكروا المصريين انا طلعت في المحور وقلت كل السيناريو اللي حصل ما بعدها وما حل كانوا مصدقني بعدين بعد ما صار كل شي الناس بدأت تقول لي كل اللي قلتي انت الوحيدة اللي قلتي كل السيناريو القادم تحسين ان محمد حسن مبارك ظلم لا مصر اللي ظلمت مو محمد حسن مبارك بس ما تحسين الطريقة الطريقة اللي تعاملوا فيها معاه كانت شوية فيها قسوة وكان فيها نوع من أنواع المهانة اشتبين يا مي من ناس يتخذون الدين الشعار يعني يستغلون الدين بدل ما يكون لتهذيب النفوس بدل ما يكون تجارة يعني شيء حلو جميل نحبه يستخدمونه للسياسة يعني هلولي أبشع أنواع البشر يعني يستخدم الدين للوصول للحكم اشتابين يعني شوان تابين يعاملون يعاملون بتعليمات الدين هم لا يتابعون حتى تعليمات الدين في اللي هما قاع يفعلونه الدين ما يقول قتله ما يقول سوه ما يقول حشي اللي كنا نسمع المهازل جبريل نزل في الهاذة الله أكبر جبريل نزل ما ايادنا ما اتري منه شام لا وانت نزلك جبريل اصلا مرسي ولا غير مرسي هذول من يكذبون على الله لا تتوقعين أنهم لا بيحشمون أحد ولا بيحترمون طبعا فالتعامل السيء مع الرئيس السابق حسن مبارك لأنه أهم ناس خدعوا الله فما بالش في البشر او جوجل بلاي حمل التطبيق وشارك معنا واستمتع نيكست عالمنا اليديد منكم ولكم